اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جريا على العادة السنوية أمر جلالته السامي بصرف المكرمة الرمضانية السنوية لجميع الأسر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2020 الموافق 1441 للهجرة ووجه جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن تتولى مهمة الإشراف على الصرف ومتابعة هذه المكرمة لأسر المؤسسة وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك لتتمكن الأسر البحرينية من توفير احتياجاتها ومستلزماتها وللتخفيف من الأعباء المادية التي يواجهونها وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على رعايته الأبوية واهتمامه الدائم بمشاركة أسر المؤسسة شهر رمضان الكريم وعلى توجيهات جلالته الدائمة لدعم الأسر وتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وأشار سموه إلى أن هذه المكرمة الملكية السنوية هي عادة سنوية يحرص عليها جلالته حفظه الله ورعاه لتوفير الحياة الكريمة لشعبه الوفي إذ يوجه جلالته إلى تقديم مختلف الخدمات والرعاية المتواصلة والمتميزة للأيتام والأرامل بما يضمن لهم حياة مستقرة ليكون جلالته السند الأول لهم لمواصلة حياتهم وتربية الأبناء التربية الصالحة من جانبه أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعدت الدكتور مصطفى السيد أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يحرص أن يكون سباقا في مشاركة أسر الملكية في مختلف المناسبات ومنها شهر رمضان الكريم حيث يستفيد من هذه المكرمة جميع الأيتام والأرامل المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف يتيم وأرملة